موسيقى موسيقى عزيزي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بدون سبق انظر النهاردة الحلقة عن العقار الغير مسجلة بس قبل ما نبدأ في الحلقة نرحب بديوفنا المستشار ممدوح حافظ المحامي بالنقد والخبير القانوني والسياسي اهلا بحضرتك اهلا بك يا فنجم اهلا باستاذ المشاهدين اهلا بحضرتك ومعينا كمان الحجة نرمين محمد نعم محمد نرمين كامل محمد اهلا بك يا حجة عزيزي المشاهدين النهاردة لحلقة البرنامج العقار غير مسجل طبعا حديث في قد يتناول البعض في الشرع المصري مما يؤدي الى القلق داخل البيوت المصرية عن العقارات والتصرفات الناقلة للملكية وكيفية تسجيل العقار بالشهر العقاري العقارات جميعا يعني بالشهر العقار والعقارات الغير مسجلة والمشاكل الناتجة عن عدم تسجيل العقد الابتدائي وكيفية تقنين وضعها النهاردة معنا مشكلة حية من المشاكل الخاصة بالعقارات معنا حالة الحجة نرمين هناك خلاف بينها وبين الاسرة بينها وبين حد في الاسرة عندها احكي كده الخلاف هو دلوقتي البيت ده كان بتاع حماية فحماية لما توفى بقى بتاع الورصة الورصة بقى والجوزي واحد من الورصة بقى لعا اخته ابن اخته ده هو اللي ما عملني الزبزبز اللي يطلعوني من البيت لياخد شقة تانية واخد شقة اللي يطلعوني من البيت لياخد شقة تانية انا قلت له هاتلي حكم محكمة بيقول ان انت عليك شقة تانية وانا ادهالة غير كده انا مع اياه اصر وما ينفعش اديك حاجة ده ابن اخته حاجة انا محكمش فيه ابن اخته تمان طب هو بيطلبك بالشقة دي اه هو اخد الدور اللي بتالت بيقولك دي اجار انا تعملت عاد قسمة بينك وبين بعض كورس لا ده دلوقت يا هو حضرتك بيقول لي انا دلوقت الشقة اللي انا عيد فيها دي دي اجار بتاعت ابويا رحت بيه عند المحامي هو اللي خدني عند المحامي قال له المنم حكى للمحامي كل اللي حصل كل اللي في اوراق البيت وليه يد ايه وليه يد ايه قال له ملكش عندها حاجة تمام قال له انت ملكش عندها حاجة عايز عليك انت بقى شايف ليك حق يا محمد في حكومة مم ما هو بقى بيقول له انا مش هستنى الحكومة انا مش هستنى حكومة انا هاخد بيه انا هاخد من ما صالينا انا ايه وعيالها مم طب انت دي وقت متضررة من ايه متضررة انا لو قعدت في البيت انا سبت البيت ومشيت اه انا ادني مات في البيت مات ازاي مات مشنوق مم عوربني في الشرع مهربنا محادش جاب له حقه مم الناس شهدت في الشارع في الحكومة ان هو عند حضرتك في القضية اه ان هو وخد خمس سنين وخد فيها برقه مم بعدها بربح سيان خد برقه اللي هو مين اللي هو محمد ده اه اللي هو ابن عميتهم ده مم خد فيها برقه يعني هو اللي كان ايه ومعوره قدام الناس في الشارع مم اللي هو ابنك مات مشنوق اه ابن اللي مات مشنوق ده معور ابني ده في الشارع اه ابني ده لما هو خد برقه ابني ده بقى مش طيق نفسه لانه اساسا قطع له وطر ايده وعطع له بطنه والحكومة ما جابت لهش حق حضرتك اللي مات مشنوق ده ابني شنق نفسه ولا حق وابنك اللي تعور في الشارع هو اللي مات هو ده اللي مات قبل ما تشنق كان واخد براقة مات بعدها بسبعة تشو يقول انت مش عايزان اخد حق لا انا اخد حق طالما الحكومة طوله ايه ما احنا عصابة احنا مش عصابة هو كل ده عشان يطلعنا من البيت انا بعد ابني مات مشيت من البيت البيت ده فيه مع الجرق في خمسة حرط المجدالي بيجزير ببضران منطقة روض الفرج تمام انا دوقتي هو نزل لجنة ما عرفش يعمل معي اي حاجة بقى كل يوم يعمل لنا محاضر انا وابني اللي مات ده فالمحاضر دي بقت ايه طبعا بنتا كايدي 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 انا وناه على طول بيعمل محاضر هو مراته فبقى ايه وفي الاخر خلى مرات بنته برضو عملت محضر لابني وبرضو ما فيش فائدة جيه ربنا بقى ماكرمهوش في المحاضر فيه ان هو يحبسنا راح جنزل للحي ان هو ايه الحي نزل قال لك البيت عايز اتنكس نزلت لجنة اعطى عمل تظلم نزلت لجنة قالت البيت برضو عايز اتنكست لزلة لجنة تاني قالت البيت عايز تنكيس مفهوش الزلة لزلة لجنة تالتة هو بقى ليه ناس ما عارفه في الحي راحوا جايبان له الازلاء قال له ما انا عايزة زل الشقة دي راح اجايبلي الازلاء للشقة هو دلوقتي بقى بيحرب الكلام ده من 2016 دلوقتي هو بيحرب عايز زلاء انا من بعجبني مفيش صحة لأي حاجة لأي حاجة لأي حاجة اسمحيني ان انا اقولك طبعا واضح طبعا ان في خلافات قسرية او بين الورثة على هذا العقار بس واضح ان في شكاوي او محاضر تمت من اطراف النزاع الورثة والمشاكل تطورت لمشاكل جنائية ومشاكل مدنية وواضح ان كنت طبعا فشلت في كل الامور سواء بيحلها بشكل ودي وانك انت وصلت لمرحلة مش قادرة توصلي تاخدي حقك بعد مراحل من 2016 فانا طبعا حديث عشان نتكلم بوضوح عن مشكلة زي دي حضرتك لازم رقم واحد طبعا نطلع الطلاع كامل عن كافة الاوراق الخاصة بملكية هذا البيت لا يا حضرتك والمسندات الخاصة بشراء بشرائك الحصص اللي هي الخاصة باقي الورثة وفي نفس الوقت نطلع برضو على المحاضر اللي تمت بخصوص هذا الشأن اما الامر الاخير اللي هو انت بيزعجك وبتكلم فيه اللي هو خاص بموضوع قرار الازالة من ناحية الواقعية طبعا انت دلوقتي بتقول انت مش موجودة في العين مش موجودة في العقار ما اجراها وعادة برها طبعا قرار الازالة ده صدر من جهة ادارية من حقك تتظلمي من هذا القرار قالوا ليه ما ينفعش تتظلمي ليه؟ هو تظلم تمام انا ما ينفعش هتظلم ليه؟ قالك هو تظلم اللي هو مقدم الشك وتظلم عمل تظلم وانتو ما ينفعش تعمل اذا تظلم نحايل اللي هو مستشار هي دلوقتي قلت لك نزلت لجنة ثلاث مرات في البيت تنكيسي تمام بعد كده جالها ازالة ايه السبب؟ ان هو هو ليه ناس هناك عارفهم قريبه لا اولا عشان ما نتحملش على اي جهة حكومية او جهة ادارية حضرتك ونقول الموضوع معارف النهاردة لو حدت حد دي علاقات او معارف مش فوق القانون انت من حقك تتظلمي انك انت مستفيدة او موجودة في العين لو رفض التظلم كان المفروض انك انت ممكن تعملي اجراء حتى تبعتي خطاب او فاكس او تليغراف للجهة المسؤولة او للوزير المختص او للحيط تمام او تقدمي شكوى للنائب العام او تستخدمي تعملي طعن على هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري هي في الوقت ده حضرتك المحكمة هتتطرق او هتتداول هذه القضية او هذا الطعم وهتشوف لو انت لك احقية هتطلع المحكمة تنتدب لجنة هندسية اخرى بمعاينة العقار ده انا بقى عايزة كده حضرتك انصح كلامك مفيش مشكلة اما هو ده عشان نقدر نتكلم فيه انا عايزة اعرف القرار ده صدر انت عشان ليه مواعيد 2016 عند حضرتك كده 2016 ولو ما تمش عليه طعن خلاص المفروض ده قرار اداري الطعن عليه خلال ستين يوم فكده انت سنفستي المدة القانونية للطعن على هذا القرار والله مرضوش طب هي ممكن تعمل ايه دلوقتي الاجراء اللي ممكن تحضو لكن خلينا نبدأ من زي ما بتقول سيادة الاجراء الاجراءات ايه اللي ممكن تنشي فيها بص يا فني اولا تعملي محضر اسبات حالة ده الشقة بتحتك تمام واسبات الحالة ده هتكتب فيه ان الشقة دي حالتها سليمة تمام وتطلبي معاينة في المحضر اللي هتعمليه في اسم الشرطة تمام وتبعاتي شكوى لجهاز المدينة اللي انت فيه او الحي اللي انت فيه هتقولي من فضلكم للسيد المقتص او رئيس الحي ان الموضوع واحد اثنين ثلاثة وان القرار ده صدر بالتعنت او بالمجاملة زي ما انت بتقولي طالما عندك اسبات لذلك اللي يثبت دليلك او كلامك او صدقي كلامك حاجة واحدة اللي هو الواقع من اين هل حالتها تسمح ايوه حالتها كويسة ما فيهاش اي خطر يبقى اللاجنة اللي انت بعد ما تعمل المحضر لإثبات الحالة والشكوى اللي تقدمها من جديد لرئيس الحي اكيد 2016 الان فيه رئيس حي اخر تمام ايوه نستأذن الاعلامية بالاستضافاتنا والشرفنا ان احنا موجودين في برنامجها ناخد كامل الاوراق الخاصة بيك ونشوف ايه الحل القانوني المناسب لان القانون بيحكمنا فيه مواعيد فيه اجراءات عشان ما نقولش اجراء ليكي وتخديم اننا على الهوى ويكون اجراء خاطئ لكن الشكل العام اللي انا اقولتولك لخاصولك تقدري تعملي تلغ رفعت للجهة المسؤولة تقدري تعملي محضر اثبات حالة تقدري تعملي شكوى لرئيس الحي الى ان احنا حضرتك نطلع الطلاع كامل على الاوراق اللي تخص المشكلة دي هو حضرتك متسجل شهر عقاري الشقة متسجلة عندك شهر عقاري العقار كله وراسة ده فيه اللي هي الحجة ده متسجل في المساحة انتو كورسة نقلتو التسجيل لا السلف اللي احنا اشترينا منه هو اللي كان نقل باسم نقل شهر عقاري التسجيل شهر عقاري نقل يعني هو كده بيتحكم انه هو الحاجة باسمه نقلها من الورس الاسم هو الاسم هو لما اشترى انا لما اشترنا منه ما عملناش هو عمله بس في الشهر العقاري بس تمام هو تسبق سح سح التوقيع توقيع في الشهر العقاري بانه هو بعلق بس انا عايز افهم النقطة كده دلوقتي هي كده العقاري يعتبر مش باسمها علشان تعمل كل يعني هو كده بيتصرف انه هو صاحب الملكية لا 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 حاطيتك اللي هو صاحب الملكية ده يبقى سالفي اللي احنا اشترينا منه اللي انا بكلمت عنه يبقى ابن عميق يبقى ابن اخته لا مش متوفي اللي هو بيعلي ده مش متوفي موجود احد الورص موجود اللي هو بقى التاني ابن عميق ابن اخته اللي هو معيه في البيت ده ابن اخته هو اللي عامل مشاكل لكن ما فيش حاجة باسم نا وهو اسم ما معهوش وراء يثبت انه هو اللي ليه حاجة برضا في البيت طب امال ازاي قدم في الحي على ازالة او تنكيس العقار بقى انه هو قاعد في البيت لا قدمه صفته ايه يعني بصفته انه هو ساكن مقيم في العقار مقيم والشقة دي هتوقع شقة هو ما بينه هو ما بين الشقة دي شقة طب ازا كان هو مقيم في العقار وقدم الطلب ده فمن باب اولى لك الاحقية في الاعتراض على القرار زي ما قلتلك بصفتك احد الملاك للعقار يعني اتخلى المقيم ومنعرفش سبب اقامته حضرتك لما اي حد في البيت بيعمل حاجة من السكان بيتستأزمي انا تمام هو بقى مسك السكان اتخانق معاهم لما تجوا تعملوا حاجة تقولولي انا متقولولهاش ايه قالوله لا هي اللي بتاخد الايجار وهي من ساعة احنا ما احجازة باع اللي يجوزها وهي اللي بتاخد مننا الايجار واللك رسولات طلعة باسمها احنا منعرفكش انت طب انا سألك سؤال حضرتك معاك محامي لا معايا كذا محامي والمحامين مبتعملش حاجة حاجة لا لا يا فاني بازي المحامين مبتعملش حاجة والله يا استاذ حضرتك ربنا اللي يعلم لا بص حضرتك احنا يعني اولا مش هنتأخر عنك ربنا يبارك لك بالتأكيد كل واحد فينا ربنا اداله عمل ايوه انت ممكن يعني يعني حاس انك انت صاحبة حق ومش عارفة توصل للحق مش عارفة وصله ربنا يعني يعني او في الدولة عندنا اجراءات نقدر بيها نوصل لحق هنا اللي هو بالقانون طبعا انت لازم تستعيني بمحامي عشان يقدر يعملك اجراءات قانونية سليمة ربما زي ما انت بتقول انت يعني رحت الاكتر من محامي ما نعرفش الخطأ عندي مين هل تقصير هل ان هما فعلا قاموا بالضل القانون المنوب بيهم وفيه خطأ او خلل في الاوراق يعني وده لان المحامي مش ملزم ان هو يجيب لك النتيجة ومش ملزم يجيب لك حكم صالحك لكن هو ملزم ان هو يشتغل في عمله باجراءات صحيحة وان هو يكون يبذل العناية القصوى من اجل ان هو يوصل لحقك فلازم عشان نقدر يعني نتفاعل مع مشكلتك ننصحك رقم واحد تستعيني بمحامي انك انت تثقي فيه وبالتأكيد المحامي ده بيحمل امانة يعني تمام نمر اتنين طبعا المسألة مش حكاية الحكاية لما يكون فيه نزاع او خلاف ان احنا نقولك اصل ده هو رحل السكان او 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 اصلنا اللي باخد الايجار لا الموضوع الموضوع فيه تراضي لما يبقى مفيش مشاكل فيه مشاكل يبقى فيه حلول تانية فيه بدائل والنهار ده صدقيني حتة المجاملة اللي بيقولي عليها مفيش مسؤول يقدر يجامل حد على حساب القانون ايوه ده دلوقتي الحقيق نفسه اللي بتكلم عليه مش هيقدر دلوقتي دلوقتي مايقدرش يطلع قرار بالمجاملة ولو شفت فيه مجاملة كلنا كبشر معرضين للاخطاء ربما يكون التأريض الفني اللي صدر فيه نوع من الخطأ نوع من التأدير الخاطئ للعقار او للعين اللي تم ازالتها وده ما يمنعشي ان احنا نبتخذ اجراء جديد لكن نبتعد تماماً عن ان ده يكون فيه مجاملة او فيه سؤنية لو انت ثبت ليك فيه سؤنية او مجاملة برضو القانون كفى ليك انك انت تاخد اجراء تجاه الموظف اللي هو بيجامل في عمله او بيقصر في عمله لانه مفيش حد في دولة مصر في الوقت الحالي فوق القانون كلنا القانون فوق مننا ايوه وكلنا ملزمين ان احنا نمشي في خطة سابتة يعني مع القانون وان احنا القانون ده نافذ على اي حد ايا كان امره حتى لو كان رئيس الجمهورية فانا طمنك يعني وعد مني انا ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك ان اسنت ليه هذا الامر ان انا اطلع على كامل الملف بتاعك ولو صاحبة حق هنقف معاك وهنقول لك الاجراء الصحيح اللي نقدر نعمله مع حضرتك ربنا يبارك لك سيد المستشار ايه الفرق بين السجل العيني والسجل الشخصي بص حضرتك طبعا فرق واضح من المسمى السجل العيني يعني من المسمى بتاعه يعني معنايا ينسبه على تسجيل عين العين عبارة عن ايه عن اراضي عن عقارات العقارات الثابتة فالسجل العيني هو حصر الممتلكات الخاصة بالعقارات او بالأراضي في هذا السجل السجل ده بيبقى شامل كل منطقة معينة بيبقى فيها سجل معيني عيني بيحصر هذه الأراضي أو هذه الممتلكات أما السجل الشخصي من المسمى أيضا واضح أنه عبارة عن سجل بيحتوي على بيانات أو معلومات عن الأسماء زي السجل المدني فده سجل شخصي في بيانات أو معلومات عن الشخص ذاته زي السجل التجاري بيحصر بيانات أو معلومات عن أشخاص اللي في الشركاء برضه أيضا في إشار عقاري فيه سجل شخصي بيدوم فيه أسماء ملاك مثلا العقار في سجل شخصي بيدوم فيه أسماء اتحاد الملاك لو العقار لاتحاد ملاك ففرق الشاسع أن تسجيدي في السجل العيني بينصب على عين ذاتها لهو العقار أو الأرض أما السجل الشخصي فهو سجل بيسجل معلومات عن الشخص اللي هو بيكتب فيه عنه بياناته تختلف جهة التسجيل كسجل مدني يبقى ده خاص بمعلومات شخصية عنه وظيفته إقامته حياته الاجتماعية سجل التجاري ده خاص بالشركة اللي هو مشارك فيها نسبته حصته إلى آخره لو كان سجل شخصي في الشعر العقاري يبقى خاص إنه هو أحد ملاك العقار المثبت تسجيله في السجل العيني هل يختلف تسجيل عقد الشقة عن عقد قطعة الأرض؟ تسجيل عقد الشقة أو عقد الأرض ما فيوش أي اختلاف خالص لازم نعرف نفرح حسنا حضرتك ساعة المستشار فاصل ورجعنا نديني إن شاء الله استعمل ورجعنا لكم بعد الفاصل ونعيد سؤالنا برضو لسيادة المستشار حضرتك كنا ساعدنا قبل الفاصل ما هو الفرق بين تسجيل عقد الشقة وقطعة الأرض؟ هو التسجيل في حد ذاته ما فيش فرق إن أنا سجل شقة أو عقار بالكامل أو قطعة أرض كله اسمه تسجيل في الشعر العقاري تماما لكن فيه فروق في الآتي في الدعاوي الخاصة الدعاوي العقارية أو الدعاوي الشخصية يعني دايما إجراءات تسجيل في الشعر العقاري معروفة تماما إن أنا لما بحب أعمل تسجيل وده هو التسجيل اللي بينصاب على إثبات الملكية وده الطريق الناس اللي بتصعبه بسبب طول الوقت اللي بياخده في الإجراءات وبسبب الرسوم اللي ممكن يكلفها عشان التسجيل عشان كده دايما الناس بتلاقيها بتكتفي بدعاوي اللي بنسميها دعاوي تحفظية اللي هي دعوة صحة التوقيع يعني النهاردة أنا اشتريت شقة أو قطعة أرض بدل ما أسجلها في الشعر العقاري بروح إن أنا برفع دعوة اسمها صحة التوقيع اللي هي لا تثبت إلا إن أنا اللي اشتريت منه هو اللي وقع للعادي ده يبقى دي دعوة شخصية بتنصب على توقعات الأشخاص اللي هما تم بينهم التعاقد أما التسجيل اللي بيتم في الشعر العقاري ده هو ده الإثبات الحقيقي والرئيسي اللي بينصب على إثبات الحقوق العينية أو حقوق الملكية وده أفضل حاجة وأأمن حاجة عشان كده الناس دايما يقولك هي الأرض دي مسجلة شعر عقاري اللي بنسمحها في الشعر هي الشقة دي مسجلة شعر عقاري طب ليه في الفترة الأخيرة بعد ما سمعنا في إجراءات جديدة خاصة بتعديل قانون المواد شعر عقاري حصل انزعاج داخل الوطن المصري بشكل كامل الناس كلها حصلها انزعاج الناس سمعت قالك التعديل ده بينصب أي حد مش هيسجل شعر عقاري أو شايته مش هتبقى مسجلة هيمنع عنه دخول المرافق فدائما الناس ممكن يقولك أنا أسجل لما تروح تتركيب عداد كهرباء أو عداد ميا مرافق فتلفون غاز يقولك فين عقل الشقة فين عقل ملكية فالناس كانت الأول بتكتفي بتقدم للجهات دي اللي هو العقل اللي بنسميه العقل الابتدائي العقل الابتدائي اللي هو يعني موقع بين الطرفين وممكن الناس في جهات معينة يقولك طب هاتلي عليه صح التوقيع يعني حتى الجهات الإدارية دي نفسها كانت تقولك أنا طلبوا عليه صح التوقيع وصحة التوقيع دي بيبع عليها ختم النصر من المحكمة فكانوا بيمشوا بيها أن يدخلوا للمرافق بكل أنواحها بعد التعديل الجديد اللي بدأ يعني يحصل وبعدين تدخل سيادة الرئيس لإيقاف هذا التعديل إلى أن يتم درسه بالكامل لأن غالبيت الناس في مصر خاصة في الأماكن العشوائية ما تعرفش يعني إيه تسجيل وغالبيت العقارات مش مسجلة في الأماكن العشوائية عايزة أسأل حضرتك سؤال هل بيتم إثبات ملكيتي للعقار بموجب العقد الابتدائي الغير مسجل برضو ولا لازم أسجله يعني ما يثبتش ملكيتي العقد الابتدائي ولا ممكن يثبت لا يا فنم العقد الابتدائي يثبت الملكية ليه بقى القانون قال أن عقد البيع عبارة عن باقع ومشتري وإيجاب وقبول ومبيع وتمن دي الأركان الرئيسية لعقد البيع مش معنى أن أنا ما سجلتش العقد ده يبقى ده ما يثبتش ملكيتي العقد ده بيبقى حجة رسمية على أطراف العقد يعني فلان باعلي شقة باعلي أرض بالعادي ده ده إثبات أن أنا اشتريت منه دليل للملكية لكن هل الدليل ده لو أنا افتقدته أو ضاع أو لو حبيتها تعامل بيه أو حد تاني اللي باعلي بيع لحد تاني بعدي تاني أو اللي بيعلي مثلا توفى الله أو أنا بيع لحد وأنا توفى الله أو مات زي ما أيوة أو مات تمام يثبت الملكية بتاعتي العقد ممكن الورسة يثبت الورسة بتوعي العقد الابتدائي يثبت لهم حق الملكية ليهم وبعد وفاتي بص حضرتك ربعا هو ده إثبات ده الملكية زي ما قلت لك لكن ممكن اللي باع الورسة بتاعه لك لا ده هو مش قمضيته هادخل في نزاع وجدال أوه فهتبقى طريق الإثبات صعبة هتدخلني في النزاعات وفي قضايا لكن لو أنا العقد ده أنا سجلته ده بما سبت أمان لي طبعا للأجيال أنا توفى الله قبل ما أسجل العقد الابتدائي أختصم الورسة إزاي يعني أنا مثلا أنا ما سجلتش العقد الورسة من حقهم يتمسكوا بالعقد ده ويرفعوا دعوة بمجاب التاريخ إنه هم قبل وفاتي بمجاب إنه هم ورسة عني بيبدأوا يعملوا إجراءات التسجيل ويختصموا فيه البائع اللي هو بعلي تمام طبعا لو هو أنكر طبعا فيه إجراءات في القانون لك هو ممكن ينكر ممكن وارد أحيانا وارد إنه هو ينكر إنه ناس بينكر عشان يحاول يساوم يحاول يوصل إنه هو يعني يبيع بيع أخرى يعني ما يثبتش ملكتي للورسة تمام لا يثبت ممكن قانونا أنا بتكلمه عليه كقانون يثبت العقد الابتدائي الغير مسجد للورسة يثبت لهم حقهم بعد وفاتي يثبت لهم يا فنم يثبت لهم أنا بقول لك خليني بس أضح الفكرة عشان ناس تبقى وصلها أنا النهاردة اشتريت بعد ابتدائي تمام تمام ومت تمام الورسة بيأخلوا العادي ده بيختصموا اللي أنا اشتريت منه لو اللي أنا اشتريت منه عنده ضمير آه فعلا أنا الراجل ده بعتله ومعندش مانع إنه أنا سجلوك ومعترب بالبيع طب افرض ما عندهش ضمير أيو أنا معترب في النظر وبعلي حد تاني والحد التاني سجله واستغل ده هفضل أنا في النزاعات عشان أثبت صحة عقد البيع ده فأنا عشان كده بقول الأمانة الحقيقي واعطاء الحقوق دايما بيبقى أسهل فيها لما يكون الحقوق ده مسجلة فالنهاردة الناس بتهرب من تسجيل وتلك ليه سببين سبب الوقت والإجراءات وسبب التانيار السؤولي عشان كده لما فكرت الدولة تعمل تعديل أو مجلس النواب وطرحوا مشروع تعديل في شهر عقاري وحصل الاعتراضات عليه وتدخل سيادة الرئيس عشان يخفض الرسوم دي فإحنا يريد يعني قرار نيزل لمصلحة المواطن طبعا والمواطن مش فاهم إنه هو المصلحة لما صلحته على فكرة الناس المنزعجة من التسجيل وبتاعنا النهاردة يعني يعني ليه دايما بنقول وبنكرر الكلمة دي دايما الإنسان ممكن ما يروحش للطبيب كل كان سنة مرة لأنه بيستخدم أمور الوقاية النهاردة لانا استخدمت الوقاية الصحيحة في إجراءاتي مش هلجأ للمحاكم مش هلجأ للإسام النهاردة بدلا ما زود ضغوط الأضايا على جهات العدل اللي هي السلطة القضائية وعلى الجهة الشرطية اللي هي وزارة الداخلية ما احنا ممكن نقفل منافذ أي مشكلة أفضل يبقى بنقللها فالنهاردة المحاكم مليئة جدا بصراعات على الملكية والاختلافات في البيع وفي الشراء طب أنا لو نهاردة وصلت إن أنا قادر أسجل على الأقل أكبر قدر ممكن من المعاملات اللي بتتم بين المواطنين سواء على أراضي أو شؤة أو على أقارات يبقى بأمن أو بقلل المشاكل اللي بتنشأ عن النزعات الخاصة بالملكية في نفس الوقت إن أنا لازم إن أنا كدولة إن أنا أشجع المواطن على التسجيل إن أنا أدي له سرعة في إجراءات التسجيل وبلاش نعتمد على العقم الإداري الأديم ودي له إن أنا مش جاي عشان إن أنا أقوله تعالى سجل عشان أخذ منك جباية أو فلوس لا أنا عايزك تسجل عشان هنتسفيد من جوانب أخرى كلنا إنت هتسفيد هتشوف شغلك وعملك بدون إزعاج هتأمن حياتك وأولادك بدون نزع تسيب لهم يدخلوا في مشاكل في نفس الوقت أتساهم مع الدولة إنك إنت تقلل حجم الأضايا بشأن هذه النزعات الخاصة بالملكية فأنا لازم إن أنا أقولك أقللك الرسوم تبقى الرسوم مقبولة عشان أشجع الناس تعمل إجراءات التسجيل التسجيل وإحنا وثقين تماما إن الجهة تشريعها الآن في مرحلة دراسة متأنية بعد الأوامر اللي ادهاها سيادة الرئيس حتى أن يصدر تشريع عادل ينظم التسجيل الخاص في الشارع القاري ويقلل نسبة الرسوم لكن إحنا من خلال برنامج عايز أوصل فكرة برضو أزعجتنا إحنا كمحامين يعني إن أي عقل نقابة المحامين بتتحصل فيه على نسبة 2% على 1% هم بيفكروا يلغوا نسبة النسبة الخاصة بنقابة المحامين من على الرسوم الخاصة بهذه العقود أنا بقول ياريت المشرع يكون عادل ويتنبه تماما إن المحامين ضرهم كبير جدا داخل الدولة المصرية وإن ده يشكل الـ 1% جزء كبير جدا من ميزانية نقابة المحامين اللي بتقوم بها بدور لصالح المحامين والمحامين دولا مواطنين مصريين لهم حقوق على الدولة فنتمنى إن ألا أحد يمس هذه النسبة الخاصة بنقابة المحامين في العقود شكر حضرتك حاجة ناروين كان ليس وقال نسيات المستقر حضرتك هو احنا ماضي الوقت كانوا كانوا ولد سعد دول هو صاحب البيت كانوا ولده سبعة تلت بنات ولدي نعم واربعة تلت بنات واربعة صوب يوم أنا نصيب يعني الجزء اشتراه بالوقت نصيبه نصيبه أخوته وبنتين واثنين رجالة نعم يعني يعتبر هو لي دلوقتي أربعة رجالة تلت رجالة وبنتين وهو واخد نصيب والدته ونصيب خاله بتاني هو دلوقتي بابا كان هو قاعدين في الشقة ومعرفش بقى كان لها عقد ولا لا كانت مامته قاعدة في الشقة كده بتابوها فبقولك لأ دي شقة تابويا دي أجار أنا ليه شقة تاني بنصيبي اللي أنا اشتريته المحامي قال له اللي هو المحامي بتاعي لما راح معي قال له أنت بتدفع لها أجار قال له لأ أنا من هاعد بنصيبي قال له أنت بتنظني وترد على نفسك طبع هل داكو عقد يذبط ذلك معهوش عقد يذبط ذلك طبع معهوش عقد من 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 سلايفي كلنا ممكن نتكلم كلام احنا مش قاعدين بنتسامر النهاردة لما نتكلم في كلام يخص ملكية أو حق يديني إثبات يديني ما يوز يقولك معي طبع يجيبه أنا لو هو لي حق حضرتك لا وانت منزعجين من كلامه ومتأكدين أنه هو بيجذب عليك وتعمله القاتل روح اعمله إجراء جماعة البلد فيها قانون فيها جهات يعمله إجراء قانوني وروح إن فلان بيدعي علينا واحد اثنين ثلاثة وبيعترضنا في الملكية الخاصة بينا واخدوا عليه ما حددك أنا الوحد مش عارفة يا فاند مني وانت الوحد حضرتك من صاحبة حق ومعك أوراقك معي يقول حاجة والله اعملي بلاغ قولي فلان الفلاني بيهددنا فلان الفلاني ده بيدعي واحد اثنين ما استخدمتوش ليه لما بيعمل ده وروحي وقول لي سابق إن أنا خدت معدم تعرض وبيحصل واحد اثنين ثلاثة في 2017 يا فاندم احنا مش قاعدين في غابة حتى الأماكن الشعبية دلوقتي بقت عليها رقابة شديدة جدا هل أنت رحت رحت للإسم وحد رفض يعملك محضر لا طيب بيعمللي محضر مش ما بيعمليش أمال إيه بس في الآخر ما بلاقيش نتيجة ما بلاقيش نتيجة ما بلاقيش أنا يعني أنا ببهد لنا وعياني ما أنا قلتلك حضريك كل واحد ربنا داله عمل آه يا سيد يا سيد الفاضل لو أنت ما عندكش استعداد يعني توكيل المحامي بسبب ظروف مادية وليك حقوق ومش قادرة تتكلف محامي قوم بيها قلتك احنا على استعداد ربنا يبارك لك نتبنى موضوعك ونوصل لحقك ربنا يبارك لك لكن أنا النهاردة أنت يعني كل واحد يعني ربنا داله عمل مش هتقدر أنت توصلي لحقك بالطريقة اللي أنت بتقولي عليها الحمد لله اللي عليك طب النهاردة الإعلام سمحني تقولي مشكلتك كم مسؤول هيكلمك ولا حد لكن الإجراء هو هيكلم لكن أنت النهاردة جيت للإعلام عشان ناس تشوف المشاكل بسبب إيه يعني قانونية وطبعا فوق أنه إحنا معنا المستشار ممدوح حافظ المستشار القانوني والإعلامي نقول برضو المستشار الإنسان هو تكفل بالمرافعة والمدفعة وعلى كل الغريمات والغريمين وبصراحة تواصل معي وتواصل معهم وطلب منهم أنهما يعملوا له توكيل دي شهادة لازم نقولها وبنشكر حضرتك على وقفتك معهم ودعوتهم لحضرتك عايزة أقولك يعني يجعلوا في مزان حسنا وبرك الله فيك وفي الإنسانية الموجودة لا فأنا أولا إحنا كمواطنين مصريين كلنا لنحقوق على بعض فأنا حق لأي حد طالما ربنا مديني علم ومديني عامل معين أقدر أخدم به أي مواطن أنا عمري ما تأخر عنه الله يبرك لك ولو كان المقابل المادي هو العائق أنا بقوله تحت أمرك بدون أي مقابل مالي خاصة لما يكون أنت في ورطة أو في أزمة أنا بقولهم مكتبي تحت أمرك فعلاً راحة هو ما تأخرش سياد المستشعر وجزاك الله كل خير إحنا نشكركم دي معنوماً مفروض بجد إحنا نقولها وشهادة نعتز بيها فوق إن حضرتك رجل قانون أنت حضرتك إنسان بمعنى الكلمة يا فنم ربنا يتخلينا كلنا في عم بعض ربنا يبرك لك ربنا يبرك لك ست المستشعر في تداول من قيمة ثلاثة أيام بتاياق لي مدير مدرسة خرج الطالب من الامتحانات علشان خاطر البنطلون بتاعه كان مقطوع أو كان كموضة اللي طلع يكاد عوراته تكون باينة فخرجه قبل الامتحان بنص ساعة إنه يغير بنطلونه ويرجع الامتحان أنا هنا عايزة أقول لحضرتك أو أسأل حضرتك هل ده تصرف يستحق عليه التحفيز أو النقد إنه هو أخرج طالب من قلب الامتحان من لجنة الامتحانان بما إنه هو المفروض أو كان ممكن يعقبه أو ياخد الإجراء ده بعد الامتحان شوف الموضوع ده يعني هم جدا وده بيفتح مشاكل كبيرة جدا لازم نقف عندها النهاردة إذا كان أنت شفت واقع بالطريقة دي وانت رجل تربوي ومعلم في المقام الأول وإنسان كان لما تشوف الحالة دي أولا يعني اللي يسترع انتباهك الإنساني وانتباهك الوظيفي إنك أنت تاخد الحالة دي أول حاجة تقوم بعمل اللازم بستر هذه العورة نمرة اتنين تستدعي ولي الأمر أو وليت الأمر عشان توصل إلى سبب هذه المشكلة المدرسة أهم شيء في الحياة النهاردة أنت بصفتك مسؤول عن هذا الطفل أو التلميذ لما تستدعي أهله وتعرف السبب طبعا أي ما يكن السبب بالتأكيد في المقام الأول فيه تقصير كبير وخطأ كبير من ناحية الأسرة القيم الأخلاقية لكن أنا خلاص أنا اللي شفت الواقع أنا اللي شفت الواقع وأصبحت قدامي فأنا أصبحت زي زي الأسرة اللي أهملت ووصلت إنها تودي ابنها بهذا الشكل فلازم على الأقل إن يحصل تواصل نسأل الأمة بتشتغل إيه والأب بيشتغل إيه وحالتهم الاجتماعية إيه وإيه السبب هل هم يعني يعني مستواهم وصل لهذا المنحدر من ناحية الأخلاقية والناحية الاجتماعية يهمله في أغلى شيء اللي هو فلزة الكبد اللي هو الضنة وتخفى للأم اللي بغنوب بها مهام كبيرة كان لازم الواقع دي يسجل بها يعني دليل عشان نتخذ إجراء تجاه الأم تجاه الأب تجاه الأسرة إزاي توصل بيكو أو يوصل بيكو الإهمال بالطريقة دي وإنت شاركت في الإهمال وشاركت إنه في طفل أصلا غافل الطفل يعني إدراكوا ما وصلوش للمرحلة دي لأنه غير مكتمل الأهلية يعني السبب السبب الأثر القيم الأخلاقية عدم التربية يا فنم طب هي دلوقتي موضة هي موضة طلعت أساسا في لا لو موضة دي تبقى كارثة تبقى كارثة ما أنا لازم أستدعي أولياء الأمور هم المسؤولين عن ده ما جيش الأم تبقى مشغولة بالتلفون والواتس وتاع الناس ما مش لاقيها تاكل وتلاقي ناس جابها تلفونات وعمل صفحات على الفيس ومعرفش بيعملوا إيه ممكن تغفل أولادها وهي مشغولة في التلفون ودي مصائب سوداء مسؤولية كبيرة الأسر اللي زي دي لازم تتقدم فيها نعم بس ده مش سبب معين اللي هو أن يخلي مثلا ابني أو بنتي يمشي بالبناطيل اللي هي الموضة دي قيم إخلاقية في قلب ما فرق أننا حتى الموضة هل الموضة قالت لنا أننا خلي العورات تبقى مكشوفة أي موضة دي الموضة الغربية حتى لا تقبل ذلك دي إحنا طبعنا الشرقية الغربية استفاد بيها يعني ده ستر العورات دي سيادة المستشار معيش علشان وقت الحلقة قصير جدا بنشكر سيادتك العفا وبنشكركم إن شاء الله مشكلتك بأمر اللي بعد ربنا ثم المستشار عزيزي المشاهدين سعيدنا بلقاءنا معيكم وحلقة جديدة إن شاء الله وبرنامجكم بدون سبق انظار معكم كريمات موسيقى موسيقى